أستاذ عمر أديب ليس هو فقط لا ده نماذج كتير يا جماعة وشفنا على مدار الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها الاخر خمس سنين مع الالقة التحمر شفنا الناس بتيجي وقت التعادل وتبدأ ترميلك الازمات ازاي وهي نفس الناس اللي بترميلك الازمات دي هي اللي انت بتيجي تشيد بيها بعد تحقيق الانجازات وبعد تحقيق الفوز طب تعال اشوف الأستاذ عمر أديب هالربط ما بين رأيه قبل مباراة تحجده ورأيه وبعد تحجده فعمل حسابه او خط حذر لما الاهلي هزن في المباراة نصف النهاية تعال انت عام تفرق يعرض لنا الفيديو قلبي يقتر دمن كان بودي ان انا اقول لحضراتكو انه كان في اداء مشرف النهاردة للنيادي الاهلي كان بودي اقول لكو ان المباراة كانت بين اخدام لعيب الاهلي كان بودي اقول لحضراتكو انه الاهلي يعني كان قريب قابة قوسيني او ادنى الجنرال حظ لم يكن مع الاهلي ولكن كل هذا لا استطيع ان اقوله في الشوت التاني الاهلي شوت داون الاهلي نزل خالص فالفريق البرازيلي اللي كان بيلعب بطريقة برازيلي كان بيلعب زي ما بنقول كده تجاري على قد الماتش وينقله الكورة يا جماعة الاهلي كان بيلعب قدام فرقة في اوقات كتيرة اللاعب مكسل يروح يلعب الفاول اللاعب مكسل يروح يلعب الاوت اللاعب يعني وبينقله مع بعض كورة بطريقة غريبة جدا كأنه الغرض من المباراة انهم منقلوا كورة كورة برازيلية مملة جدا الاهلي للأسف مطمعش في الماتش وده اللي انا حذرت منه من يومين قلت له يا جماعة البطولة مش ماتش اللي اتحاد بس البطولة فيها ماتشات تانية الاهلي لم يقدم اعظم اشياءه كهرباء لم يقدم اعظم اشياءه حسين الشحات الكرة بتاعته جربها اربع خمس مرات وفي الاربع خمس مرات كان فيه بيبان وقف قدامه امام عشور لم يقدم احسن ما عنده القاهد الشناوي لم يقدم احسن ما عنده تحس انه هو الفرقة دية عارفة نتيجة الماتش من كنترول وجايين مستنيين بس في دقيقة مثلا كذا ودقيقة كذا حيجيبه فيها اللي جوان ويروحه فرقة من دار المسنين يعني هو الراجل جي في الشوت التاني طلع خمس لعيبة خلاص جزء من الكلام حق ويراد بيباطل بس تعالى اسردلك القصة مشت ازاي في الحلقة ده في الحلقة دي وفي الانترو ده تحديدا اول حاجة قالك ايه الفريد البرازيلي ده الشوت التاني الاهلي مش موجود طب بالنسبة للشوت الاول انا عديته ما اتكلمتش عنه طب ما اقول انا الشوت الاول قديته وده اللي احنا بنقوله جماعة قوله انت عملت ايه في الشوت الاول والشوت التاني هصل ايه قالك انا مش هقدر اجا اقول لجنرال حظ ولا عدم توفيق ولا اي حاجة لان الاهلي ما كانش له وجود ولا حتى قادر اتكلم عن اخطاء تحكمية طب كورة كهرباء اللي في الستة يرضى فورة بيرسيتاو الكورتين اهداف محقق اطلع اقول ان اللعيبة لم تحسن التصرف مع القرى لكن مش موجود الاهلي مش موجود طيب تعالى اتكلم وقول الاهلي له ضرب الجزاء لكهرباء لا ده انا مش عايز اوصل ده انا هنا ببني على اللي انا بنيته بعد المبارات شباب الازداد وقبل مبارات التحاجة ده ما انا قلتلكم الاهلي عمالي ياخدوا من سخن السائع عمالي بوضلوا التوجه انا مش عارف اطلع اعمل ايه الاهلي هو اللي هيقودني الاستاذ عمر قريب ونماذج كتير بتتكلم بناءنا عن النتيجة لو الاهلي كسب مضطرين اسفين نطلع نبارك ونهني طب لو الاهلي اتعادل او خسر حتى لو كان اداي النادي الاهلي افضل حتى لو كان اتعرض لبعض الاخطاء التحكمية لا ده دي فرصتي ان انا اطلع اشفي غليل من النادي الاهلي والعب على القصة دي النادي الاهلي لما بنقول عمود الخيمة المصرية دي لا تقلع تباطا لما نقول النادي الاهلي ممكن يفسد توجهات دي لا تقلع تباطا لما يقول ان النادي الاهلي حجر عثر في وجه صورة ذهنية ممكن تتكون عند ناس أخرى لا تقال اعتباطا النادي الآلي بيروح بطولة العالم عشان المنبهرين المنبهرين يتوقفوا عن الانبهار جبت اللي جبته الآلي فاز صرفت اللي صرفته الآلي فاز فعشان كده النادي الآلي هتلاقيه من الأستاذ عمر قديم في حتة زيادة غير إنه زمالكاوي عشان كده النادي الآلي هتلاقيه أستاذ عمر قديم بيحاول يقولك إن الفريق لعب تجاري ده مكسلين يلعبوا الكرة وكنا بنشوف للتحامات عاملة إزاي عشان كده الستاذ عمر قديم دوننا عن كل خبراء التحكيم اللي ممكن يجيبهم في الحلقة دي جاب مين جاب جهات جريش عشان يجي يقول إيه الأهل لما يتعرض لظلم تحكيمي عشان أهز الصورة الزهنية للنادي الآلي وارجع فارس للنقطة الأسسية هي مقبل مواجهة التحاجات ده ما هيلعب تلاته رابع لا ده أنا عايز ومستني إن النادي الآلي لما يروح تلاته رابع يروح محطم معنويا خاصة إن لعب تلاته رابع بالفعل كانت محطمة نفسيا لعدم وصولها للمرنة وبعدين إنت وإنت بتتفرج أجماعة في جملة كده بتتقالي الشيطان يكمن في التفاصيل فإنت لما تركز في التفاصيل هتبدأ تفهم لأن التفاصيل هي اللي بتوريك إنت حتفتكر وإنت بتفرج ما أنا برضو كنت زعلان من النادي الآلي قدام فلوميننزي وشايف إن إحنا ممكن كنا نكسب آه تمام بس إنت وإنت بتقول ده زعلان ليه زعلان عشان بتقول النادي الآلي عمل أكتر من 20 محاولة على مرمى فلوميننزي وده رقم كبير جد عشان النادي الآلي الشيط الأول بس عنده 13 محاولة مقابل محاولتين زعلان عشان خاطر ما خدتش حقك تحكميا زعلان زعل الصادق قحبيش التونسي اللي كان بيتكلم عن النادي الآلي وبيقول إن إنت كنت تقدر بس هل ده زعل عمر قديب تقول لك أنت ما عملتش حاجة كنت وحش في المطش ما تحدش يقول لي حظ أنت ما عملتش حاجة عشان يتقلق الحظ ما فيش تحكيم حتى حاجة تتقلق فهو رسم لك صورة مختلفة عن الواقع وبعلك صورة مختلفة عن الواقع فتحبط فتحس إن القصة ما كانتش إن فلوميننزي أنا كنت أحسن منه وما كسبتش لا ده أنا ما كنتش قادر ده أنا بعيد جدا ده أنا مستوية سيئ فترجع للكلام اللي قاله قبل ما تشتت حاجة ده ده أنا فريق ضعيف فتروح تخسر تلت وراب هي بسيطة ولكن النادي الأهلي الحمد لله إنه هو بيرد دايما في الملعب والحمد لله إن إحنا جينا بالبرونزية اللي أنا مستغرب جدا للبعض كان مستسهل يا جماعة عصت إحنا خلاص ما وصلناش لا برونزية دي تاريخ والبرونزية دي لما ترجع تفتح التاريخ هتقول أنا كسبت البرونزية على حساب بطل آسيا فلما حد يجي يقلل منك وقول لك السنت عشان فرق ضعيفة هتقول له لا ده بطل آسيا قروة اللي بطل على فرق الإيلال والنصر والاتحاد والجزيرة الإماراتي والعين الإماراتي وكل الفرق دي أنا خدت البرونزية على حسابه فافهم الصورة كبيرة والجيم ما يتدرش تقيسه بقصة مباراة ولا نتيجة فلومنينزي انت هشوف الصورة من بعيد عشان كده البرونزية دي والله العظيم غالية 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 فوق ما تتصور طبعا كمان كان فيك يالان بقى كسبت قراوة عايز تفرح بقى عايز تقول لا أنا مش الضعيف اللي وست ضعفة ده أنا كسبان بطل آسيا شوف كان تعليق الإعلام يا عمر أديب مبروك للأهلوية على البرونزية ومبروك للبرونزية على الأهلوية اليوم النادي الآلي يحقق انتصار عظيم روح معنوية عالية واللي يقول لك ايه عن البرونزية قول له يا عم دي في العالمية اللي يقول لك ايه البرونزية قول له يا عم دي في العالمية النادي الآلي نورنا وشرفنا وأداء جيد وروح عظيمة ايه نعم الفريق اللي هم لعبوه ايه نعم الفريق اللي هم لعبوه النمع عظيم اداء مبهر اداء جيد اجوان معلول ضيع واجاب جون الاداء اللي موجود على الأرض هايل شطع الجون كتير محاولات كتير بين الفريق واقف على رجليه ادري يتخطى الكارسة بتاعت الفريق البرازيلي الحمد لله النهاردة الاهلي شرفنا ونورنا يقول لك ايه هو هيفضل ياخد البرونزية ان شاء الله المرة الجاية ياخد الزهبية والمرة الجاية ياخد الفضية ما احنا عاديين هنا مش عارفين لا ناخد زهبية ولا فضية ولا حتى نحسية فيعني كده عظيم وكده جميل الف مبروك للألوية على البرونزية واوعى حد ياخد منكو فرحتكو ايه واحد يقول لك اسل الفريق ده تعبان ايه واحد يقول لك ايه واكل مرة برونزية ما تجيب حاجة تانية ايه واحد يدايعك مثلا يعني بصراحة اه البرونزية كويسة يقول لها بس حاجة ما تفرحش قوي يعني حاجة ما تحسسكش بالسعادة البالغة بالسعادة الكاملة بالشيء اللي ممكن يوصلك لحالة جميلة يعني مش مرحلة سطلانة احنا ما وصلناش لمرحلة سطلانة سطلانة دي في الآله ليها مركز معين ان انت هتبقى في السطلانة انما مرحلة سطلانة ما وصلنلهاش كان نفس الآله يوصل لده انما معلش ناشي هو ده كلام جميل ايا كان بقى يعني هو قالك ما تخليش حد يسحب فرعتك بس احنا وصلناش لمرحلة سطلانة هو حد يقلل من البرونزية بس يعني يا البرونزية كده ما تخليكش حاسس انت عارف يعني القصة كده دخلة في بعضها ولكن ارجع واقول يا جماعة تاني هدفنا من الفقرة دي وهي امتى اللحظات اللي انا ما عنديش مشكلة ان اي اعلامي رياضي او غير رياضي ما كانتو القصة ما لاش علاقة بكده لها علاقة انك ممكن تقولي الاهلي النهاردة وحش الاهلي عنده مشاكل الاهلي عنده نواقص كولر ادار المباراة سيئة انما فكرة انك تطلع من ده لأحكام عامة يعني يا احكام عامة النادي الاهلي طريق ضعيف ده اسم الحكم بالكلية ما لاش علاقة بالمباراة النادي الاهلي بياخد بطولات او كذا عشان هو ضعيف وجنبه فرق ضعيفة هنا دي حالة هتفضل رايحة معاك هتقلل من شعورك بأي انجاز بعد كده فنبدأ نركز في ده وبعد كده الاشادة يا جماعة اللي انتو بتقولوها دي والله بتبقى حلوة بس انا مش محتاجك لحظة الاشادة تخيل ماهو كله بيشي ماهو يا جماعة اللي بيحبه اللي ما بيحبش بتلاقي على بوفي الفرح ادخل كده على اي فرح هتلاقي اللي بيحبك وميحبكش بيأكل على بوفيه مش هتلاقي حد يعني ما بيأكلش انا محتاجك امتى في الوقت اللي انا محتاج انك ما تقللش مني فيه كانت وجهنا هنا قبل كاس العالم للاندية ورسالتنا هنا ايه يا قسام ان يا جماعة دي حالة نفسية ودي حالة نفسية بزبط دي حالة فنية ودي حالة فنية وروحنا للماتشارد بيتسو مسيماني الستة قبل كاس العالم للاندية اللي فاتت طب هل احنا ما بننتقدش هل احيانا نقسامة يعني ما ببقاش فيه زعل ان انت بتنتقد او بتقول او النادي الاقلي بس انت بتنتقد في الحتة اللي تستحق الانتقاد وبتدي دفع معنوية في الحتة اللي تستحق الدفع المعنوية وبتشيد في الحتة اللي تستحق الاشهادة لو انت اكيد يا فارس كلنا يعني واثقين في نوايانا واحنا بننتقد ما هي دي اللي انت قلتها من الاول خلي المشاهد أعمل كده history بينك وبين اللي بينتقد وهل ده راجل من الآخر كده مصالحه مصالح النادي الآلي ولا حد عنده توجه تاني بالضبط لكن الحقيقة يعني ختما يعني الأستاذ عمر قديم الفيديو الأخير هو الحقيقة تقدر توصفه بفيديو تاية هو مش عارف يقول إيه يعني يقول لك فريق ضعيف ويرجع يقول لك مش عارف إيه لكن ده طبيعة الحال عديها